Hello everyone and welcome back here again with my lessons أهلاً فيكم مرة ثانية طلاب العزاء طلاب الثانوية وطلاب التأسيس اليوم رح نبدأ في التنسز اللي هي الأزمنة قواعد اللغة الإنجليزية والأزمنة من الأشياء الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية يعني أنت إذا بدك تصير تكتب بالإنجليزي بدك تصير تتحدث بالإنجليزي بدك تصير مثلاً تحل قواعد بالإنجليزي بسهولة لازم تتعلم الأزمنة بشكل أساسي والزمن الأول اللي هو معنا اللي هو إيش سيمبل برزن تنس خلي نشوف أول شيء التنسز الموجودة معنا الأزمنة اللي هي التنسز زي ما احنا شايفين موجود أمامنا تنسز معناها الأزمنة أول قاعدة بالأزمنة رح نأخذها اللي هي المضارع البسيط اللي هي بنسميه present simple present simple اللي هي معناها المضارع البسيط طيب ممكن تحكي كمان simple present يعني الكلمة simple قبل present عادي ما فيها مشكلة لكن دائماً في الكتب الجرامر يعني في الكتب الجرامر على طول present simple وليس simple present ومعناها المضارع البسيط شو معنى كلمة مضارع اللي هو الحاضر الوقت الحاضر اللي أنت بتتحدث فيه في وقتك في أيامك العادية في الوقت الحاضر اللي أنت فيه اليوم حتى في نفس الأسبوع إشي بتسويه كل يوم على مدار الأسبوع على مدار السنة على مدار الشهر هذا بنسميه مضارع بسيط وسميه simple لأنه ما بحتاج إلى فعل مساعد يعني لو سألتك مثلاً ليش سمناه بسيط شو السبب أنه اسمه بسيط هو مضارع حرفنا طيب شو السبب أنه اسمه بسيط لأنه ما بحتاج إلى فعل مساعد يعني لما تكون المضارع البسيط ما بتحتاج إلى فعل مساعد معه فهو بسميه present simple اللي هو معناها المضارع البسيط طيب خلينا نشوف أمثلة على المضارع البسيط لاحظوا هون عندي he drives a bus الآن هاي بنسميها جملة لاحظوا الجملة تتكون من فاعل ومن فعل verb ومن مفعول به he drives a bus الفعل وين هو اللي هو drives هذا هو المضارع البسيط drives اللي هو إيش المضارع البسيط يعني أحنا شغلنا كله على tenses بالverb بالفعل يعني ما أنه علاقة بالobject والsubject إلا أنه تمشي على قواعد الsubject يعني الsubject إذا كان مفرد أو إذا كان جمع فقط هذا اللي بنحتاجه من الsubject لكن إحنا شغلنا كله على الفعل الverb اللي هي متعلقة بالأفعال اللي هي الverb لاحظ هون he drives a bus he drives انتبه هون حطينا حرف الـS تمام خلينا نشوف مثال ثاني she plays tennis لاحظ هون كمان في عندنا she وعندنا هون play ضفناها لحرف الـS she plays tennis she plays tennis طيب كمان جملة they read a lot لاحظ عندك كلمة read they read a lot لاحظ عندك they وعريد لحالها من دون حرف الـS ما في حرف الـS they read a lot إذن هاي جمل هاي جمل تستخدم المضارع البسيط اللي هو present symbol so here we use present symbol he drives a bus he drives a bus she plays tennis they read a lot and I hope that you read a lot they read a lot يعني يقرؤون كثيرا هاي جمل أنت بإمكانك تكون جمل نفس هاي الجمل وهذا واجب معكم وكتبوليها في التعليقات كون جمل في المضارع البسيط كون لي ثلاث جمل كل طالب يكون لي ثلاث جمل أو جملة وكتبها في التعليقات حتى تحس أنك فاهم هذا الزمن جيدا لأنه أنت حتى تكون القواعد تتمكن منها في حياتك اليومية أنا ليش بتعلم قواعد حتى أني أستعملها في حياتي اليومية فأتكلم مثلا جمل من عندك ودائما استخدم الجمل اللي أنت تستخدمها يوميا أو بشكل يوم إذن هاي الجمل موجودة عندنا شو بنستنتج من الجمل اللي موجودة أمامنا نستنتج أنه عندك اللي وي 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 وذي يجا وراها مثلا درايف ويرك دو لاحظها درايف فعل ذيرب وان فعل في التصريف الأول فبنحكي آي درايف أو ذي درايف أو ذي ويرك ذي دو درايف معناها يقود سيارة ويرك يعمل أيضا دو كمان يعمل إذن لاحظ هاي آي وي يو وذي وضيف لهم الجمع أي اسم جمع أي فاعل جمع لازم يجي وراء الفعل بهاي الصورة درايف ويرك دو إيت إتسترا طيب خلينينا نطلع بقاعدة دايما إحنا بناخد جمل بنستنتج من هذه الجمل قاعدة أساسية وهي القاعدة الأولى في المضارع البسيط إنه آي وي يو ذي بيجي وراهم فيرب وان قاعدة ثابتة طيب هل الفيرب وان بيجي قبل السبجيكت؟ لا هذا كله بنسميهم سبجيكت يعني هذول الأربعة هاي بنسميهم سبجيكت سبجيكت يعني فاعل زائد فيرب وان والفيرب إيش هون هو في التصريف الأول الفيرب وان إذن إحنا عرفنا القاعدة الأولى في المضارع البسيط مثلا فبنحكي I work in a shop لاحظ هاي حطيت I وحطيت work لاحظ ذيرب وان ما ضفت لها لا أس ولا إشي I work in a shop I work in a shop They like وين الفعل هون كلمة like They like big cities They like لاحظ ذي إجا وراها like بدون حرف لأس لاحظ I إجا وراها work I work in a shop They like big cities They like big cities Your English is good You speak very well لاحظ هون الفعل speak You speak لاحظ عندك you وراها إجاة speak So you speak very well Your English is good You speak very well Your English is good You speak very well طيب ليش أنا بظل أعيد الجمل حتى تتمكن منهم دايما الجمل عيدهم أكثر من مرة قرأهم أكثر من مرة مو مهم أنك تكون أنت عارف قاعدة بس مش متمكن منها في الحياة اليومية مش متمكن منها في حياتك الشخصية فأنت عيد الجمل I work in a shop They like big cities I like big cities I like I like for example I like football I like tennis فأنت تكلم فيهم وهذا الزمن اللي هو present simple لاحظ أنه يجي أول واحد رقم واحد في الأزمة دايما يتم شرحه رقم واحد ليش؟ لأنه أنت في حياتك اليومية بتستخدمه بشكل كبير 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 حتى في الرايتينج حتى في الاسبيكينج في كل شيء دايما بستخدم هذا الزمن فأتكلم فيهم وحكي فيهم I work in a shop They like big cities Your English is good You speak very well الإنجليزية تبعاتك حلوين أنت بتتكلم إنجليزي بشكل جيد ننتقل الآن إلى قاعدة ثانية إنه هي هي وشي وإت لاحظ بيجي وراهم الدرايفز لاحظ هون عندك كلمة الدرايفز آه شو ضفنا لهون ضفنا لها أس إذن لما يكون في بداية الجملة هي أو شي أو إت أو أي فاعل مفرد مثل كلا ألي ناصر محمد إتسترا So here we have to add drive with S Work بنضيف لها S works Does لاحظوا في لها إي أس آه هون عندنا إذن إحنا لما نضيف ما بنضيف بس أس بنضيف مرة أس ومرة إي أس وهذا الكلام رح نتعلمه متى بضيف أس مع كل الأفعال ومتى بضيف أس إي أس في حالات معينة إذن هاي القاعدة رقم اثنين نطلع فيها إنه هي وشي وإت أو أي مفرد أي فاعل مفرد هاي بسميها فاعل بيجي وراها verb one وهذا الverb one إما بتضيف له حرف الأس أو بتضيف له إي أس كمان مرة بعيدها هي شي إت إما بيجي وراها verb one verb one يعني التصريف الأول يعني له ماضي ولا في ing ولا في ed ولا إشي verb pure بسميه فعل مجرد فعل infinitive فعل بدون إشي في التصريف الأول إيش معنى بالتصريف الأول يعني ما في آخره ed ما في آخره ing ما في آخره أي شي شو متضيف إلو؟ بتضيف إلو بعد ما تكتب الفعل بتضيف حرف الأس وبعدين إي أس نأخذ أمثلة عليهم طيب ماي براثر لاحظ عندك ماي براثر شو معنات ماي براثر يعني أخي طيب أخي مفرد ولا جمع؟ مفرد إذا بتمشي على القاعدة المفرد وفعل مضارع ويرك بنضيفه لحرف الأس إذن يعني أخي يعمل في البنك لاحظ إحنا اللغة الإنجليزية تختلف عن اللغة العربية إنه دايما إحنا لما نترجم لما بتكون الفاعل أول إشي مثلا مثلا الفاعل أول إشي بينما بتحكي بالعالم بتحكي يعمل أخي في البنك أو مثلا أخي يعمل في البنك أو عمل أخي في البنك فدايما بتبدأ بالفعل هاي أمثلة على القاعدة الثانية في المضارع البسيط طيب لما نيجي بدنا ننفي نستخدم كلمة don't و doesn't حتى نعمل جملة منفية أنت الآن بدك تنفي النفي والو عكس الإثبات يعني ما حكي مثلا I work in a bank الآن بدك تنفيها بدك تحكي مثلا أنا لا ما بشتغل في bank I don't work مثلا she reads a book هي تقرأ كتاب انفيها she doesn't read a book هذا النفي المقصود في النفي أنه لا يعني أنت بدك تنفي الكلام الإثبات عكسه النفي طيب في النفي في المضارع البسيط إيش باستخدم باستخدم don't كلمة don't و كلمة doesn't خلينا نشوف قاعدتهم و كيف نستخدمهم رقم ثلاثة هي القاعدة اللي هي قاعدة النفي في المضارع البسيط إذن القاعدة الأولى هي فعل بدون إشي وفعل القاعدة الثانية فعل بيجي وراء معها s والقاعدة الثالث هي قاعدة النفي I, we, you, they بيجي وراءها don't بعدين بيجي الفعل وراءها مثلا بنحكي I don't work لاحظوا الفعل فعل مجرد فعل مجرد إذن وراء don't وراء doesn't لازم يكون الفعل مجرد بدون أي إضافات فبحكي I don't work we don't work they don't work you don't work So here we have to say don't إذن مع الجمع مع الجمع وطبعا الآي تعامل كأنها يعني تعامل على هاي القاعدة أنت تحكيين مثل طب الآي مفرد لا هي تعامل هيك خلص الآي بيجي وراها don't الآي بيجي تعامل معاملة الجمع زي ما تحكي تعامل معاملة الجمع I, we, you, they بيجي وراهم don't بعدين الفعل زي ما هو فبنحكي I don't we don't drive we don't drive they don't drive they don't do لاحظ عندي he وshe وit بيجي وراهم doesn't اللي هو المفرد تمام فبنحكي he doesn't طبعا doesn't هي أصلها إيش does ووراها not مختصرة وdon't نفس الشي do ووراها إيش not فهو بنحكي he doesn't he doesn't work he doesn't drive she doesn't do وألف جمل زي ما بدك ألف ثلاث جمل أربع جمل على النفي I don't work I don't do my homework every time وهكذا أنت الآن تستطيع أنك تألف جمل باستخدام present symbol بكل سهولة جمل مثبتة وجمل منفية طيب the present symbol negative is don't إذن النفي منه كلمة negative يعني نفي negative اللي هو don't لاحظ هون لاحظ هون أنا استخدمت لاحظ هون أنا استخدمت لأنه عندك لاحظ الفعل فعل مجرد فعل إيش مجرد بدون إضافات هي لا تشرب القهوة he doesn't like his job he doesn't like his job هو لا يحب عمله هو لا يحب عمله he doesn't like his job I don't drink coffee I don't drink coffee إذن لاحظ هاي جمل منفية she doesn't drink coffee he doesn't like his job I don't drink coffee إذن للنفي المفرد مستخدم doesn't بعدين الفعل وراها مباشرة لاحظ ترتيب الكلام word order الترتيب الكلمات أول إشي عندك he بعدين doesn't بعدين like وبعدين تكملة الجملة طيب في عنا موضوع ثاني اللي هو spelling اللي هو الإملاء متى بضيف s و متى بضيف yes بنضيف s لما تكون نهاية الكلمة أو الفعل ch double s sh x double z بنضيف لها es يعني زي كلمة pass آخرها لاحظ عندك double s طيب بنضيف s و لا yes بنضيف yes فبنحكي passes لاحظ ضفنا es finish آخرها sh فبتصير finishes finishes watch watches watches mix mixes buzz buzzes fix fixes study study لاحظ هون كمان في عنا قاعدة ثانية لما يكون عندك حرف ساكن ورا حرف الواي الواي تقلب إلى i وبنضيف ال es يعني زي كلمة study لاحظ قبلها ال d هذا حرف ساكن هذا منسميه من الحروف الساكنة كل الحروف ساكنة ما عادة حروف العلة اللي هي a و e و i و o و u فزي كلمة study لما تضيف لها بتقلب الواي إلى i فبتصير studies studies لاحظ صارت عندك i es study studies طيب هاري لاحظ عندك قبل الواي في عندك r الر حرف ساكن من الحروف الساكنة في الإنجليزي فبنحكي هارز تقلب إلى i وبتضيف es reply كمان نفس الشي replies try tries لكن لاحظ play ايوه هاي أنا متوقع الممكن طالب يسألني عنها طب ليش play ما ضفت لها es ايوه هون في عندنا قاعدة اللي لما يكون عندك vowel اللي هو مسميه حرف متحرك والconsonant اللي هو حرف ساكن هون لما يكون عندك حرف متحرك ورا y بنضيف s طيب شو هي الحروف المتحركة اللي هي a و e و o و u و i هاي بنسميهم vowels بالإنجليزي إذن إذا كان كان الفعل قبل حرف ال y حروف اللي هي الحروف المتحركة ما بتضيف es بتضيف فقط s فبنحكي play plays زي كلمة enjoy enjoys pay pays هاي بالنسبة لقاعدة ال es ومتى بنضيفها ومتى ما بنضيفها أيضا عندنا ال have ما بتنطبق عليها القواعد عندك have المفرد منها has be المفرد منها is do does تنطبق كمان جاي عليها ال o لكن do does go goes هاي من الأفعال بسميها irregular يعني have و go و do و be are irregular verbs يعني أفعال غير منتظمة أفعال إيش غير منتظمة فأنت على طول المفرد من have has المفرد من be is المفرد من do does المفرد من go goes وهي أفعال غير منتظمة طبعا في أفعال كثير غير منتظمة طيب مثال I don't go away very often هذا مثال rice doesn't grow in cold climates يعني لا ينمو في المناخات الباردة طيب he is always so lazy لاحظ استخدام always وهي من الظروف التكرارية والكلمات الدالة على المظر إجت بعد is إذن لما تستخدم أفعال be always بتيجي بعد is وليس قبل يعني نصف تحكي he always is لا الترتيب الصحيح في القواعد he is always so lazy he is he is always so lazy he doesn't do anything to help هذا على النفي طيب نستخدم للسؤال عشان نعمل سؤال do does to make questions عمل أسئلة حتى نعمل أسئلة نستخدم do does طيب خلينا شوف القاعدة الرابعة نبدأ بdo بعدين نحط الفاعل اللي هو subject هون I we you they بعدين الفاعل اللي هو work فبنحكي do I work do we work do you drive do they do إذن هذا أنا كونت السؤال طريقة تكوين السؤال بالإنجليز إنك تعكس الفاعل مع الفاعل المساعد تعكس الفاعل مع الفاعل المساعد يعني هون هي أصلا شو كانت جملة I بعدين عندك work لاحظ استخرجنا منها do لأنه بيجي عندك do فبنحكي I do work فبصير بصير do I work صارت السؤال do I work هاي تكوين السؤال بشكل عام ففي المضارع البسيط كمان عندك المفرد بتستخدم does فبنحكي does he work does she work does she drive does it do هذا بنسميه قاعدة تكوين السؤال في المضارع البسيط إذن لو سألت شو قاعدة تكوين السؤال في المضارع البسيط do بعدين الفاعل هاي احنا نحكي هون فعل مساعد هون نكتب فعل مساعد فعل مساعد اللي هو do و does بعدين فاعل بعد الفاعل بتحط إيش الفاعل وبتكون من الجملة ممكن تستخدم كلمة سؤال كلمة سؤال بتيجي قبل يعني مثلا بتيجي هون where do I work where do you drive where do you study فأنت بتستخدم كلمات سؤال زي ما بدك بتحطهم لكن القاعدة الأسية هون الجملة مثلا I come from كندا لاحظ عندك كلمة come إذن وهون عندك I بتستخدم do فلما تكون سؤال تحكي where هاي كلمة سؤال انت حطيت الآن تركيب السؤال do you come where do you come فرم لاحظ عندك do بعدين الفاعل بعدين الفعل إذن do اللي هو فعل مساعد فعل مساعد وبعدين عندك فاعل وبعد الفاعل فعل إذن لاحظت كيف صارت الجملة السؤال عفوا where do you come from من أين أنت أتيت أو من أين أنت I am from كندا where do you come from where do you come from what does this word mean what does this word mean لأنه مفرد this word هذه الكلمة تعني فبتحكي what does this word what do you do I work in a shop what do you do I work in a shop طيب do you play tennis كمان هاي كلها أمثلة على الأسئلة طيب كثرة الأمثلة بتخلي القاعدة ترسخ في ذهنك وما تنساها do you play tennis do you play tennis what do you usually do at weekends what do you usually do at weekends كمان جملة كمان سؤال what does Ali work on Sunday what does Ali work on Sunday ماذا يعمل يوم الأحد does she like music do they like music إذا لاحظ هون عندك does she like هاي تكوين السؤال ننتقل للإشي المهم جدا جدا هذا كل الكلام اللي حكيناه هو عبارة عن قواعد أساسية تراكيب المضارع البسيط لما يكون عندك فاعل جمع بتستخدم فعل بدون إشي مثلا I work لما يكون فاعل مفرد بتستخدم مثلا فاعل بضيف لأس she works تكوين النفي I don't work she doesn't work تكوين السؤال do you work does she work هاي كلها طريقة المضارع البسيط إذن هذا كله اللي تكلمنا عنه بسميه اللي هو اللي هو الشكل الفعل المضارع الآن اليوسج الاستخدام استخدامات الفعل المضارع متى أنا باستخدم الفعل المضارع أول استخدام اللي هو لما تكون fact fact يعني حقيقة يعني all was true دائما صح حقيقة دائما صح وهاي الجملة لا تحتاج إلى مؤشر زمني يعني ما بتحتاج إلى دلالة الآن احنا فيه الأزمنة كل زمن له دلالات كلمات دالة عليه هذا الاستخدام بالذات لا يحتاج إلى مؤشر زمني يعني ما بتحتاج يعني ممكن تحكي طب يا أستاذ مثلا ما فيش احنا تعلمنا انه لما اجي أحل بشوف الدلالة دلالة القاعدة وبحل عليها فبدك تنتبه لهذه النقطة انه هذا الاستخدام بالذات لا تحتاج إلى مؤشر زمني كيف يعني خلينا نشوف الجملة the earth goes round the sun لاحظ استخدمنا فعل مضارع الآن هاي الجملة حقيقة فما بتحتاج انت لدلالة إذن حقيقة علمية الارض تدور حول الشمس the earth goes round the sun ما بحكي مثلا the earth مثلا always goes round the sun دائما ما بحسن اني أستخدم دلالة always usually sometimes ما بزبط لأنه هذه حقيقة حقيقة علمية فلذلك انت ما بتحتاج لدلالة طب ليش ما بستخدم مؤشر زمني يعني ليش ما حكيت مثلا the earth always goes round the sun لأنه هاي حقيقة والحقيقة العلمية ما بتحتاج إلى مؤشر زمني الحقيقة هاي دايما صح دايما صح always true تمام هذا الاستخدام الأول إذن استخدام الأول إذا كانت الجملة حقيقة علمية فما بنحتاج إلى مؤشر زمني ومنستخدم مضارع بسيط the earth goes الاشي الثاني الاستخدام الثاني routine عادة انت بتعملها يوميا يكون مع ظروف تكرارية هنا انت بتحتاج للظروف التكرارية بتحتاج للكلمات الزمن المضارع البسيط مثلا I usually go away at weekends أنا دايما يعني أذهب في العطل يعني بعيدا يعني زيما تحكي رحلات وشغلة زيها I usually go لاحظ هون عندك usually go لاحظ هاي بنسميها ظرف تكراري أنا عادة I usually go away at weekends طيب تذكروا قبل شوي حكيت لكم أنه ال is وال am وال are تيجي وراهم ال always تمام في ترتيب الكلام يعني هيك أنت تحط فاعل وبيجي زي هيك بالصورة هاي هون لما لما تكون فعل مساعد هاي فعل مساعد تمام لكن لما تكون فعل أساسي كلمة usually أو الظرف التكراري always often بيجي قبل قبل الفعل بيجي قبل الفعل يعني تحط مثلا تكون always هيك always بعدين الفعل الأساسي فعل أساسي إذن هذا الفرق باستخدام يوج ولي متى تيجي قبل الفعل ولا بعد الفعل إذا كان فعل مساعد بتكون بعد الفعل المساعد إذا كان فعل رئيسي بتكون قبل الفعل الرئيسي هاي يعني معلومة أحبت أعطيكم لها حتى عساس أنه في طلاب ممكن يتلخبط في هاي المعلومة اللحظ هون لا يشرب الشاي بشكل يعني في أغلب الأحيان فلاحظ احتاجت إلى ظرف تكراري وهون عندك هاي بسميها عادة روتينية إشي روتين أنت بتعمله يوميا دائما تأتي متأخرة دائما تأتي متأخرة وهي تعتبر من العادات أنا ألعب القولف كل اثنين I play golf every Monday ننتقل للاستخدام الثالث من استخدامات المضارع البسيط اللي هو time table scheduled يعني مواعيد مجدولة زمنية أي موعد مجدولة زمنية planes موعد طيارة trains قطارات government حكومة أي موعد نستخدم إلو المضارع البسيط أي جملة فيها مواعيد نستخدم المضارع البسيط جملة مواعيد مجدولة زمنيا حتى لو كان الفعل يعني تحس أنه يعني الزمن يكون في المستقبل والفعل في المضارع البسيط قليل نأخذ مثال ونشوف هذا الاستخدام الرائع للمضارع البسيط مثلا المضارع البسيط المضارع البسيط ساعة سبعة ونصف الصبح صباحا الآن هذا موعد مجدول للمستقبل استخدمت له مضارع بسيط استخدمت له مضارع بسيط إذن هذا الاستخدام مهم جدا مواعيد مجدولة زمنيا الزمن يكون في المستقبل والفعل في المضارع البسيط The cafe opens at 7.30 in the morning The plane arrives at 8 tomorrow الطائرة تصل الساعة الثامنة غدا لاحظ أنت at 8 tomorrow هذا مؤشر على أنه في المستقبل لكن في عندك موعد مجدول الطائرة تصل الساعة الثامنة غدا وذلك نستخدم المضارع البسيط في طلاب كثير جدا كثير بلخبط في هذا الاستخدام فانتبه جيدا لهذا الاستخدام وهذا دايما بتكرر عليه أسئلة إذا كان موعد مجدول زمنيا مثلا طيارة موعد طائرة موعد قطار موعد مثلا المدرسة بتفتح الساعة مثلا ساعة ثمانية إذا كان موعد مجدول زمنيا بسمي time table بنتستخدم المضارع البسيط حتى لو أنت بتشعر أنه الجملة بتدل على المستقبل حتى لو أنت بتشعر أنه الزمن يكون في المستقبل والفعل في المضارع البسيط إذا زي الأمثلة هاي الموجودة يعني المقاس يفتح الساعة السابعة ونصف صباحا الطائرة تصل الساعة الثامنة غدا لاحظ الساعة السابعة ونصف الليلة استخدمنا مضارع بسيط إذا هاي أمثلة على المضارع البسيط لاحظ القطار يغادر استخدمنا فعل مضارع بسيط طيب هيك إحنا انتهت الاستخدامات وآخر نقطة بدي أحكي لكم إياها اللي هو الدلائل المصاحبة للمضارع البسيط يعني المضارع البسيط في ظروف تكرارية بتيجي معها always معناها دائما usually عادة normally كمان عندك normally بشكل اعتيادي أو بشكل عادي generally عموما rarely نادرا seldom نادرا often غالبا occasionally في المناسبات hardly ever بصعوبة never أبدا everyday night daily weekly regularly بشكل منتظم yearly sometimes أحيانا each year كل سنة twice a week مرتين في السنة once a month مرة في الشهر three times a week ثلاث مرات في الأسبوع how often كم مرة frequently بشكل متكرر repeatedly بشكل متكرر as a habit كعادة as a fact تحقيقة هاي الدلائل المصاحبة للمضارع البسيط هدولة بدك تحفظهم جيدا يعني هاي يعني ما في مجال لازم تكون حافظهم جيدا حتى انك تفرق بينهم وبين الأزمنة الثانية يعني في عندك الماضي البسيط وفي عندك المضارع المستمر وفي عندك المستقبل البسيط فالأزمنة يعني بميزهم عن بعض الدلائل المصاحبة المضارع فهاي الكلمات هي مصاحبة للمضارع البسيط بتمنى انك تحفظهم جيدا حتى ما تلخبط في القاعدة نهيا طيب ناخذ سؤال today most people هذا السؤال موجود بالكتاب today most people their mobile phones everyday لاحظ عندك دلالة everyday خلينا نشوف الاختيارات uses used using use إذن هون بدك تطلع هاي في عندي دلالة موجودة وعندي most people هاي جمع أوكي إذن الحل على المضارع البسيط وبما أنه أنا جمع إذن بأخذ فعل فعل بدون أي شيء ما في أي شيء بيكون معاه فمنحكي sorry منحكي use الإجابة هي use الإجابة هي use فمنحكي today most people use their mobile phones everyday هيك إحنا نتوقف لحد هون للشرح المضارع البسيط في الحصة القادمة رح نأخذ تطبيقات وأسئلة على القاعدة ونحل عليها أسئلة كثير إن شاء الله بحيث أننا نتمكن منها جيدا تمام حتى ذلك الحين يعطيكم العافية ودمتم بخير طلابي العزاء وما تنسوا دون الملاحظات وتراجوا عليهم جيدا حتى ما يتراكم عليكم ولا درس يعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله شكرا